اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى تقليم الاضافر للي عندهم الشعر الزائد بالفترة هاي بامكانهم انهم يعالجوا طبعا هاي المنزلة رح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 2.19 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش وبعدين بده ينتقل القمر لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الحمل اليوم كاملا بما انه موجود في برج الحمل معناته من ناخد من صفاته فعشان هيك اليوم بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميم واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب او مشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن للي عندهم مشاكل بالعيون او اللي حابين يعملوا عمليات للعيون فهاي افضل فترة اذا استدعى الامر لذلك طبعا اه برضو ادخال تعديل على امور الها علاقة بقصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية اه كلها مع القمر اول زاوية هي رح تكون زاوية تسديس ايجابية وكل زاوية هاي رح تأثر علينا طيلة النهار اول زاوية هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة واحدة وخمستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر وبزيد من شجاعتنا وحماستنا وفي الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة اربعة وحد عشر دقيقة بعد العصر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا القمر بما انه موجود في برج الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت ثلاث سبعة بيبدأ في تمام الساعة اربعة واربع عشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش وثلاثين دقيقة ظهرا لينتقل بعدها القمر لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال الان بلش يصغر عن نصف المربع او نصف البدر بلش يصغر شوي باتجاه الهلال فعمره اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وثلاث عشر دقيقة مساء بيصبح ثلاث وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير اربعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب واطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمستعاش في المية القمر في الحمل حتى يوم ثلاث سبعة سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم احد عشر سبعة سعيد بنسبة خمستعاش في المية الزهرة في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحسة بنسبة خمسة وسبعين في المية لأنها بلشت تشكل زاوية التربيع ما بينها وبين اورانوس وبرضو زاوية التقابل اللي ما بينها وبين زحل المريخ في الاسد حتى يوم تسع وعشرين سبعة منتحس بنسبة اربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمستعاش في المية زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة اربعين في المية اورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستعاش في المية نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة خمستعاش في المية بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمستعاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم طبعا الوقت مناسب لحسم بعض الأمور العالقة ولكن بدون عصبية ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شيء أنك تتحرك وما تنتظر أنها تأتيك الفرصة لعندك حاول أنك تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت يعني تحمل لك بعض البدايات الجيدة ولكن في تحذيرين حاب أحذرك منهم التحذير الأول الوضع المالي عندك بدك تنتبه على بعض المصريف أو الرغبة بإصراف الفلوس بشكل مفاجئ أو ممكن تجيك مصريف مفاجئة وبرضو انتبه على أموالك من السرقة والضياع بالفترة أما بالنسبة للأمر الثاني دير بالك من حديتك وعصبيتك مع أحباءك لأنه ممكن الفترة هاي يكون فيه مصريف بتتعلق بأحد الأحبة أو ممكن يكون مشاكل لها علاقة بالوضع المالي أو إيشي العلاقة بمشكلة مالية لكن بترتبط مع أحد الأبناء أو بترتبط مع أحد الأحبة بالفترة هاي بالنسبة للوضع الصحي ما عندك أي مشاكل يعني بتخوف في عندك أنت مشكلة لأنه موضوع وجود القمر أو الزوايا اللي بتتشكل مع الزحل اللي موجودة في الدلو هاي شوي ممكن تأثر عليك لأنها معانية جاية في منطقة حساسة مع الأصدقاء فممكن سبب لك بعض المشاكل أو الخلافات أو سوء التفاهم مع صديق أو صاحب أو ممكن من خلال إشي العلاقة بلقاء اجتماعي أو مناسبة معينة ممكن حدث معين يستفزك امسك أعصابك بالنسبة لبيت المتاعب طبعا زاوية نبتون هي اللي بتخلي الأوهام والوسواس ممكن تشتغل عندك الأحلام اللي بأخذوا أدوية لها علاقة بالمهدئات يديروا بالهم ينتبهوا على كمية الأدوية اللي بأخذوها برج الثور طبعا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وبدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تهدأ الوتيرة عندك وتتأخر النتائج والبضائع أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمعاملات وممكن تشعر ببعض خيبة الأمل ممكن تظهر لك بعض الخلافات أو الالتباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع أورانوس موجود عندك وهذا بيجيب لك أشياء مفاجئة على المستوى النفسي أو أحداث نفسية أو خلافات أو تقلبات أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأشخاص يعني بدك تضبط أعصابك وأيضا المريخ والزهرة لأنهم موجودين عندك في بيت العائلة بيت البيت فممكن هذا يسوي سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو أعطال منزلية أو إشيئ له علاقة بالنيران فبدك تنتبه من الجروح برضو لأنه ما في داعي للمخاطرات أما بالنسبة لبيت السمعة فهنا بنقول لك لأنه زحل بشكل زوايا خطرة فدير بالك من أي خلافات بتتعلق بالسمعة يما تجازف ما تغامر حتى على مستوى عملك دير بالك من سوء تفاهم ما بينك وبين المسؤولين ودير بالك برضو من أي شيء بشوه السمعة أما بالنسبة لبيتك بيت الأصدقاء ممكن الفترة هاي تحمل سوء تفاهم أو شك بأحد الأصدقاء أو عتاب على أحد الأصدقاء لأنه خالفك بشيء معين فممكن هذا الشيء اللي يعمل لك نوع من أنواع التوتر على المستوى المالي الأجواء جيدة جدا ممكن يعني تجيك بعض المكاسب أو أفكارك تقودك لمرابح معينة ولكن انتبه من المصريف لزيادة يعني فيه إشي بعطل من عطارد يعني ممكن يخليك عصب شوي أو خلاف ما بينك وبين أحد الأشخاص اللي أنت بتتعاون معه وبالنسبة لأمور التنقلات فهي جيدة وممتازة جدا وسرعة البديهة عندك عالية لكن أهم شيء زي ما حكينا بدون تسرع وبرضو لا تعتمدش على أشياء كثيرة لأنه ممكن تلتغى في أي وقت لأنه القمر موجود في بيت المتاعب ولا بكرة لا يصير عندك والأجواء بتتحسن وممكن تعوذ كل شيء تأخر عليك برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتقدر اليوم تعبر عن آراءك بشكل جيد وبحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء الأهم أنه إحذر من العصبية والحدية وسوء التفاهم ما بينك وبين صديقك طبعاً أهم نقطة بدك تنتبه لها اليوم لأنه القمر موجود في بيت الأصدقاء وزاوية التربيع اللي مع بلوتو هي اللي ممكن تعمل هذا الشيء ولكن رح تنشط اجتماعياً في كثير من المناسبات بالنسبة لبيت المتاعب طبعاً بيظهر لك بعض الخلافات أو بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالفترة أو يكونوا يستنوا فيك أنك تغلط على الأساس أنه يكون لهم ردة فعل فعشان هيك بدك تكون حذر من الأشخاص اللي بيكونوا حواليك بالنسبة للوضع المالي فممكن تحملك هاي الفترة بعض الفرص المالية بشكل جيد مكاسب أو أرباح أو تعويضات لبعض الأمور الأفكار عندك قوية وجيدة أما بالنسبة لأمور التنقلات فممكن الفترة هاي شوي بدك تدير بالك على أعطال إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية بالسيارات بأمور إلها علاقة بالتنقلات ممكن شوي عصبيتك أو تسرعك لأنه هذا برضو إلو علاقة بالسرعة البديهة ممكن شوي تكون العصبية هي ظاهرة فعشان هيك بدك تنتبه لا تفكر بعواطفك ولا تتسرع وتحتد وتصل لمرتبة الهجوم أما بالنسبة للبيت التاسع لإلك فهنا بنقول لك على الشوارع المفتوحة بدك تنتبه برضو اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم ركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ بشكل كبير لأنه زحل زي ما حكينا بتراجع ومشكل زوايا خطرة بالنسبة للأموال المشتركة الفرصة جيدة لا تحصيل بعض المكاسب اليوم إلا أنه بدك تنتبه إذا بدك تتوقع على عقد أو على أوراق حاول أنك تراجعها بشكل جيد ما توقع بشكل متسرع بالنسبة لبيت السمعة برضو منقول دير بالك يعني في ناس بتحاول أنها يعني يتوصلك لمرحلة أنك أنت تخالف القوانين أو تخطأ بشيء معين فحاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك ما تشوهها برضو ما تتوسوسش بشكل كبير على هاي النقطة الأجواء إجمالاً بتصب لصالحك خلال هذا اليوم ممكن نتحقق إنجازات كان صعب أنك تحققها في الأيام الماضية برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك بشكل جيد وواضح كون جاهز للقيام بزيارة طارية أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض المسؤوليات والمشاورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباع سيء عنك خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في بيت السمعة هذا الشيء اللي إحنا حذرنا منه من بعض الزوايا السلبية ولكن هو إجمالاً هو ممكن يخلي علاقتك ببعض الأشخاص المتنفذين أو أصحاب المراكز أو رئسائك بالعمل يعني تنجز أشياء جيدة ما بينك وبينهم ولكن بدك تنتبه من بيت الأصدقاء لأنه ممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين صديق أو ممكن أنه يعني تحتد الأمور أو ممكن أنه حتى خلاف يكون فيه مناسبة اجتماعية فعشان هيك بدك تكون حذر أثناء تعاملك مع أصدقائك ومعارفك بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة ودعم لإلك بقوة وهذا الإشي يعني برفع من المعنويات عندك بشكل كبير بالنسبة لبيتك الشخصي الشمس طبعاً بلشت تغطي قسم كبير فعشان هيك يعني ما زال الأشخاص اللي ما إيجا عيد ميلادهم هم اللي بنتظروا عيد ميلادهم هذول اللي بشعروا شوي إنه لسه الحضوض ما لعبت معهم أو ما كانت مناسبة أو لسه طاقتهم ضعيفة لعيد ميلادك والأجواء بتتحسن على المستوى المالي بدك تحذر من المصاريف للزيادة والأمور اللي ممكن تنخدع من شخص يستغلك مادياً أو تفقد بعض الأموال بدك أحذر من النصابين والمحتالين وبرضو اللي بيكون محبط عاطفياً يدير باله من المصاريف اللي بروح بزي اللي بتفشش عشان إنه يصرف أمواله عندك أنت بالنسبة للبيت الثامن الأموال المشتركة برضو بنقول لك هنا دير بالك يعني الأجواء برضو فيها بعض الضغوطات فإذا عندك توقيع على عقد أو على أوراق رسمية حاول إنك تراجعها بشكل جيد ما تتسرع بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفية تقريباً القمر يعني هو بشكل زاوية تربيع وحدة مع بلوتو فموليد العشرية الثالثة هم بس اللي بدهم ينتبهوا من خلاف أو سوء تفاهم ما بينهم وبين الأزواج بالفترة هاي أو شركاء المال أما بالنسبة للبيت التاسع بالنسبة لإلك فالأجواء بتشجع على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر ولكن بدك تحذر يعني تتفقد أوراقك أمتعتك بشكل جيد خوفاً من نسيان أو فقدان أوراق أو معاملات أو تروح عليك الطيارة لأنه يعني شوي بدها تركيز بالنسبة للقمر حكينا الأمور جيدة إن شاء الله برج الأسد بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة بتشعروا بالاعتزاز والفخر أهم شيء إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ممكن اليوم تناقش بعض الأمور بمنطقية أكثر طبعاً القمر لأنه موجود في البيت التاسع فهو بعزز الأمور اللي إلها علاقها بالسفر والاتصالات والامتحانات بشكل جيد ولكن زاوية التربيع اللي ما بين القمر وبلوتو هاي شوي بتقول لها بعض الموليد ديروا بالكو يعني إذا كان في مراسلات ممكن تتأخر عندكم أو ممكن اللي عنده امتحان عشان ما يعتمد كثير على الحظ بده يدرس ويستعد بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة وهذا أكثر شيء بتكن تنتبهوله لأنه أورانوس بلش يشكل زوايا تربيع خطرة ما بينه وبين زحل وما بينه وبين الزهرة والمريخ فعشان هيك منقول لكم ما تشوهوا سمعتكم ما تغامروا ما تجازفوا بالفترة هاي وانتبهوا في عملكوا حاولوا تنجزوا أعمالكم بشكل كامل على أساس أنه ما تنحسب عليكم أخطاء وتصوير يعني مرحلة ممكن تفقدوا عملكم وخصوصا أنه الشمس موجود في بيت المتاعب أما بالنسبة لبيتك بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فهو جيد جدا وممكن اليوم يعني تنشط بمناسبة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء الأصدقاء أو دعم من أحد الأصدقاء إلا أنه عطارد شوي ممكن يعمل خلاف فكري ما بينك وبين أحد الأشخاص إما في مناسبة أو أنه من الأصدقاء بيكون الشمس موجود في بيت المتاعب لاحظنا أنه هي سعيدة فعشان هيك الأجواء شوي ممكن تتعزز طاقتك اليوم شيئا ما إلا أنه المريخ والزهرة لأنهم موجودين في بيتك الأول واثنين بلشوا شكله زوايا حادة فبدك تنتبه من التقلبات أو من الحساسية العالية التقلبات النفسية عندك ممكن تصل لحدها وممكن تفقد السيطرة وتعصب بشكل كبير وتحتد فبدك تنتبه من هاي النقاط بشكل جيد بالنسبة للبيت السادس طبعا حكينا موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا على صحتهم وينتبهوا على عملهم في نفس اللحظة ما فيه إشي بخوف ولكن يلي عندهم أمراض مزمنة بدهم يراجعوا الأطباء أو يراجعوا الطبيب ويحاولوا أنهم يأخذوا الأدوية بوقتها أما بالنسبة لبيت الشراكة فالأجواء جيدة وخصوصا أنه عطارد بيعمل زاوية مع زحل هي جيدة فعشان هيك ممكن أنه يخفف الضغط من الخلافات أو سوء التفاهم أو يخليك تقدر تتفادى مشكلة ما بينك وبين الشريك إلا أنه زحل هو بشكل زاوية تقابل وزاوية تربيع يعني الغالب العليل نحوسي بالفترة فعشان هيك بدك تحذر من الخلافات حاول بذكاءك أنك تتجاوز المشاكل وما تخليها تكبر وخصوصا مع شريك المال وشريك العاطفي بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم تنجز بعض الأوراق أو المعاملات اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة قرض أمور بنكية أمور إلها علاقة بالميراث ولكن لا توقع على أوراق أو عقود بدون دراستها وتحليلها بشكل جيد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم واتجنب الكلام الجارح وحاول أنك تكون دبلوماسي طبعا ما زالت إحنا بنسميها هاي مراحل المقابلة فبما أن القمر موجود في بيتك الثامن يعني هو تحرك من مقابلتك يعني شوي طاقتك بتكون أحسن وخصوصا أن القمر اليوم سعيد وفي نفس اللحظة بشكل زوايا إيجابية فعشان هيك بيعطي فرص لإنجاز بعض العقود أو الأوراق أو إتمام بعض الأشياء اللي كان صعب أنك تنجزها بالأيام الماضية كمعاملات أو أموال أنت شريك فيها بدك تنتبه لهذه النقطة ممكن للبعض تظهر بعض المصاريف اللي بتتعلق بصحة أحد المقربين لإلك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا هاي بتدل على تأخير في أمور إلها علاقة إما بالبريد أو بالسفر أو شغلات معلومات بتنتظرها من الخارج أو ممكن يعني أشياء إلها علاقة بالامتحانات الجامعية بتكون تنتبهوا من هاي الأمور ككل اللي عنده قضية قضائية ممكن اليوم يكون فيها مفاجأة أما بالنسبة للبيت الحاشر فهنا الأجواء تقريبا إيجابية يعني اليوم ممكن تحقق إنجازات رائعة على مستوى العلاقات اللي ما بينك وبين رؤسائك بالعمل وبرضو أمور إلها علاقة بالسمعة ممكن تدافع عن سمعتك بشراس اليوم وبذكاء وتحقق إنجازات جيدة بالنسبة لبيت العلاقات الاجتماعية برضو ممتاز جدا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب طبعا بلشت الضغوط بشكل كبير من المريخ والزهرة عشان هيك ممكن يعني يكون فيه خلاف ما بينك وبين أحد المؤسسات الكبيرة اللي زي المستشفيات أو السجون أو المؤسسات ككل اللي هي اللي تعتبر مؤسسات دولة أو مؤسسات كبيرة بدك تكون حذر من هاي النقطة وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لغذائك وصحتك بشكل جيد لأنه ممكن تصير بعض المفاجآت فها بدك تكون حذر من بعض المفاجآت أما بالنسبة للبيت الخامس عندك احذر من بعض الخلافات وخصوصا موليد العشرية الثالثة بدهم يحذروا من خلافات ما بينهم وبين الأحبة أو سوء تفاهم ما بينه وبين أحد الأبناء بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا متركز على الأمور اللي إلها علاقها بالعمل والصحة فمنرجع ونقول لك دك تنتبه على صحتك حاول أنك تستشير طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي التزم بأدويتك إنجز أعمالك ما تخليها تتراكم ما تتراخى بإتمامها لأنه بدك تكون حذر لأنه ممكن برضو هاي الفترة تسبب لك بعض المشاكل في العمل بالنسبة للبيت السابع فارغ يعني تقريبا نبتن بشكل زاوية جيدة للتقارب ما بينك وبين الشريك فممكن تعزز ثقتك بالنفس شوي وتخلي علاقتك بالشريك شريك العاطفي أو شريك المال يعني تعالج بعض المشاكل اللي صارت بالفترة الماضية برج الميزان اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم واليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن من جهة أخرى لأن القمر مقابلك تماما فهو أنا بتكثر عندك الواجبات وممكن إنها تتراكم وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي أهم شيء إنه ما في خوف عليك أهم شيء تتبع الإرشادات تتجنب المشاكل لأنه يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحدية فبدك تنتبه من هاي النقطة ما في داعي للخلافات ما في إيش بيخوف راقب صحتك بس من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا أورانوس بشكل زوايا تربيع حكينا عنها فعشان هيك بدك تنتبه من مفاجآت على المستوى الأموال المشتركة فممكن عقد أو نصابين أو محتالين أو مصاريف علاجية تظهر على الساحة فشوي تربكك انتبه لهاي الأموال ما توقع على أوراق أو عقود بدون ما تراجعها بشكل جيد بالنسبة لبيتك التاسع جيد لأمور العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والتنقلات بشكل كبير فممكن فرصة تكون لبعض الأشخاص منكم إما لسفر أو يعني ينجز إنجازات جيدة على مستوى الدراسة الجامعية كامتحانات أو مقابلات وتكون ممتازمة في داعي للخوف أو للتوتر بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة برضو الأجواء جيدة وبتدعمك فعشان هيك ممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين رؤسائك بالعمل بشكل جيد ولكن بدون مخالفة القوانين بالنسبة لبيتك 11 على مستوى العلاقات الاجتماعية هنا منقول لك دير بالك لأنه مع تقريبا الخلافات أو معظم الخلافات اللي ممكن تتركز عندك إلها علاقة بأمور الأموال وإلها علاقة بأمور الأصدقاء والمعارف على مستوى العلاقات الاجتماعية فخلاف ممكن يجي بمناسبة أو سوء تفاهم أو مع أحد الأصدقاء فبدك تكون حذر من هذه النقطة بالنسبة لبيتك الرابع على مستوى بيت البيت ممكن موليد العشرية الثالثة ينتبه بس شوي من بعض الخلافات المنزلية أو سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو بعض الأعطال فعشان هيك بدهم ينتبهوا لأمورهم المنزلية بالنسبة للبيت الخامس احذروا أثناء تعاملكم مع الأحبة ممكن تقلق على أحد الأحبة خلال هذا اليوم أو ممكن شوي هيك تبالغ في نزواتك فعشان هيك انتبه لأنه زحل بشكل زوايا خطرة ما في داعي للمغامرات بالنسبة لأمور بيتك السادس بيت الصحة ما في أي خوف احذر من الوسواس بس أهم شيء ما في داعي أنك تتوسوس أو تقلق توتر العصبي النفسي على مستوى العمل انتبه لأعمالك ما تخليها تتراكم أما بالنسبة لأبيتك السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات علاقتك مع شركاء جيدة ولكن دير بالك من الخلافات برج العقرب طبعا اليوم بتكن تنجزوا أي شيء عندكم من الأعمال ما تخلوا أعمالكم تتراكم ممكن تجدوا بعض التعاون من زملائكم نضموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر القمر بلش الآن في مراحل المقابلة لأيكم ممكن اليوم تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة عليك بتكثر عندك الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية مهما كانت إن كان إلك أو لا أحد الأحبة طبعا أنا بدأ أركز على نقطة خصوصا الموضوع اللي له علاقة بالصحة أهم إشي تنتبهوا على مفاصلكم على أمور إلها علاقة بالركب والمفاصل وبعض الالتهابات أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة علاقتكم أنتم وأزواجكم شوي بتكونوا حذرين إما شركاء المال أو العاطفة من خلافات مفاجئة أو سوء تفاهم أو ردة فعل ممكن إنها تتفاقم فبتكونوا تحذروا من الخلافات اللي بتيجي بشكل مفاجئ لأنه أورانوس بشكل زوايا زوايا حدي وبيجي بمفاجئات إلها علاقة بالعاطفة والحدية العصبية وإشي امتحان لإلك فبدك تحذر من هاي النقاط بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيدة فممكن إنك تخوض أمور إلها علاقة بميراث أو أموال إلها علاقة بقرض مثلا الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي وممكن تحقق بعض الإنجازات الرائعة خلال هذا اليوم ذكائك بيساعدك في كثير من هاي الأمور أو على مستوى المعاملات ولكن صحة قريب لإلكم ممكن يكون بحاجة للرعاية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والإمتحانات الجامعية والأوراق والمعاملات القانونية فهي كلها جيدة لأي غرض من هاي الأمور أنت رح تحقق إنجازاتك بالنسبة لبيت السمعة هنا من قلك دير بالك بدك تحذر ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا للخلافات ولا أي نقاش ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل وما تخالف القوانين مهما كانت الظروف بالنسبة لبيتك الرابع طبعا الأجواء تقريبا ضاغطة من زحل وهذا الإشي بسبب نوع من أنواع المشاكل المنزلية أو العائلية أو مع أحد أفراد العائلة أو ممكن أعطال منزلية تربكك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة على المستوى البيت الثالث الأجواء جيدة بالاتصالات والحوارات ولكن دك تنتبه أثناء قيادة السيارة وما في داعي لا الكلام الجارح بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني تقريبا ما في أي خوف موليد العشرية الثالثة بس بدهم ينتبهوا من الشكوك أو الخلافات اللي ممكن يعني تتراكم بالفترة هاي أو تنفتح بعض المواضيع اللي من المفروض إنها ما تنفتح نهائيا برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهاي فرصة مناسبة لمصالحة ولتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا منتازة جدا أما بالنسبة لباقي البيوت فممكن عندك بيت العمل اللي هو البيت السادس شوي ممكن تظهر بعض المشاكل أو الأعطال في مكان عملك وتتراكم عندك بعض الأعمال بشكل مفاجئ في منكو ممكن يشعر ببعض التوعكات الصحية اللي تتطلب منه بعض العلاجات أو المراجعات الطبية فما تهملوها وفي منكو ممكن شوي هيك سوء تفاهم ما بينه وبين أحد زملائه بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي لأجواء جيدة جدا وهي بتعزز من العلاقة ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ممكن سرعة تنقذك من مواقف معينة أو نقاشات أو خلافات أهم شيء وما في داعي للوسواس والشكوك لأنه شوي ما تعملش فيها المحق كنا كثير بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على أشياء إيجابية على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب اللي كان صعب إنك تحققها بالفترة الماضية فالأجواء جيدة على مستوى البنوك والقروض وأمور إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا منقول لك دير بالك إذا عندك امتحانات جامعية أو عندك دراسة اليوم لا تعتمد على الحظ نهائيا ممكن شوي تتعطل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو يتأخر بريد أو مراسلات اللي عنده قضية قضائية ما يهمل أي ورقة بالفترة هاي لأنه الأجواء يعني راح تحطك في امتحان صعب فبدك تكون حذر بالنسبة لبيت المال يعني تقريبا بيتك الأول بيتك الثاني جيد إلا أنه بيحمل بعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ إلا أنه الأجواء جيدة ممكن تحصل من خلالها بعض الأرباح ولكن هاي عند قلة اللي هم موليد العشرية الثالثة اللي بدهم ينتبهوا من بعض النقاط المالية بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك واتصالاتك ولكن برضو انتبه لبعض الأعطال أو الخراب اللي ممكن يصير في الأجهزة الإلكترونية أو في سيارتك يعني بدك تكون حذر من هاي النقطة وبرضو اللي عندهم امتحانات ما يعتمدوا كثير على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء جيدة إلا أنه موليد العشرية الثالثة هم اللي ممكن يعني يكون في عندهم خلافات أو سوء تفاهم أو أعطال منزلية تكون بحاجة يعني لمصاريف أو تجيك مصاريف زيادة أنت بيغنى عنها ولكن القمر يعني تقريبا بيعزز نقاط القوة العاطفية والحظوظ بالنسبة لإلك فممكن اليوم تتجاوز كثير من الأشياء اللي احنا ذكرناها برج الجدي بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وممكن اليوم تحتاج يعني بعض المسائل الخاصة والعائلية للمناقشة ممكن تظهر بعض الضغطات والمتاعب والمعاكسات اللي بتعرضك للمحاسبة أو ممكن تعرض أحد أفراد العائلة للمحاسبة أهم شيء أنه الفترة هاي ممكن يكون فيها بعض التحديات والاستفزازات بدك تمسك أعصابك بالنسبة لبيت الخامس اللي هو بيت الأحبة والأولاد والغراميات فمقول لك دير بالك من المفاجآت لأنه أورانوس دي ما حكينا بشكل زوايا تربيع حادي جدا مع زحل مع الزهرة مع المريخ فعشان يكي بدك تكون حذر من سوء تفاهم أو خلاف ممكن يكون من أحد الأبناء أو من أحد الأحبة حاول أنك تتفادى هاي الأمور أو المفاجآة بطريقة لبقاء بدون ما تحتد وتعصب بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل والصحة أقريبا نقدر نحكي أنه فيها إيجابية إلا أنه ممكن تظهر بعض التوترات العصبية أو الأمور اللي إلها علاقة بالأعصاب بدك تنتبهلها وحاول تنجز أعمالك بشكل جيد بالنسبة للبيت السابع عندك برضو الأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى الشراكة وتعزيز العلاقة ما بينك وبين الحبيب أو الشريك بالفترة هاي وممكن أنك اليوم تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بيعني مصالحة أو تواصل ما بينك وبين شريك العاطفي الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا من يقول لك أي أوراق أو معاملات أو شيء له علاقة بالقضايا أو البنوك أو القروض أو المواريث بدك تنتبه لأنه الفترة هاي ممكن يصير في خلاف عليها وتحتد الأمور أو تصل لمرحلة يعني مشاكل كبيرة على هذا المستوى فحاول ما تخلي حد يستفزك وفي نفس اللحظة أو يستغلك وما توقع على أوراق أو معاملات بدون مراجعتها أكثر من مرة واستشير أهل الإختصاص أما بالنسبة لبيتك الأول فهنا من يقول لك يعني صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية بالفترة هاي ممكن تظهر بعض المصاريف الاستشفائية وبالنسبة لبيتك الثاني برضو ركزت على الأموال مع زحل بتجيب مصاريف زيادة أو غرامات أو دفعات فبدك تنتبه من مصاريفك انتبه على أموالك من الصريقة والضياع بالنسبة لبيتك الثالث وبتنشطوا اليوم في الاتصالات والحوارات والنقاشات بشكل كبير وهذا يعني في بعض الأشياء الإيجابية رح تكون لصالحك ولكن موليد العشرية الثالثة اللي إذا عندهم امتحانات وخصوصا امتحانات اللي هي الثانوية أو البكالورية بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض برج الدلو ابتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب طبعا وهذا الشيء رح يكون جيد مع القمر اللي موجود في البيت الثالث اللي رح يعزز نقاط كبيرة بالنسبة لألك وقدرة على التواصل والإقناع رح تكون جيدة أما المشكلة اللي عندك هي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة أو بأحد أفراد العائلة أو أعطال ومشاكل عائلية هاي أكثر إشي ممكن لأنها بتيجي بشكل مفاجئ ممكن يعني صحة أحد أفراد العائلة مثلا أو خلاف منزلي أو أعطال فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة على المستوى البيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني تقريبا بلشت تستقر الأمور وخصوصا أنه عطار بدأ ينهي زاوية التربيع اللي كانت ما بينه بين نبتون فعشان هيك بتعزز من الأمور العاطفية عندكم وعلاقتكم بالأحبة وبتخف الخلافات فممكن تكون حاملة لمصالحة بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل وعلاقاتكم بزملائكم أو حتى على المستوى الصحي تقريبا الأجواء جيدة ودعمة لإلكم بشكل ممتاز وهاي بتعزز نقاط العمل عندكم تعطيكم فرص ممتازة بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية بتفتح مشاكل أو بتفتح المشاكل إلها علاقة بالحبيب أو بالشريك أو بالزوج أو شريك المال فابدكوا تنتبهوا من هاي الأمور لأنه عليها علامات استفهام كثيرة بالنسبة لبيت المتاعب موليد العشرية الثالثة بس اللي بدهم ينتبهوا من زاوية التربيع اللي ما بين بلوته وبين القمر اللي ممكن تصير يعني في آخر الليل فعشان هيك انتبهوا على غذائكم ومراحتكم وبرضو من بعض الأشياء اللي بتيجي بشكل مخفي بالنسبة لبيتك الأول طبعا لأنه زحل بتراجع عندك في نفس بيتك الأول بيخلي شخصيتك أو تقلبات بالمزاج عندك عالي جدا وبتشعر بعدم الارتياح حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك ما تتسرع وما تنفعل ما تعصب الأجواء ما بتساعدك على العصبية فضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير في الفترة هاي والفترة القادمة كمان وحاول أنك ما تجازف وما تغامر يعني راجع حالك أكثر من مرة قبل ما تقدم على شيء أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى مستوى الأموال تقريبا اليوم تفتح بعض الفرص المالية ولكن برضو حاول أنك تدقق بالتفاصيل أكثر بدون ما يعني مع واطفك هي اللي تخليك تتجه بدون ما تدرس أمورك المالية بشكل واضح ودقيق برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية خلال هذا اليوم حاول أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة طبعا هذا كله لأن القمر موجود في بيتك الثاني اللي له علاقة في المال ولكن بالنسبة لبيتك الثالث اللي أورانوس بلاش يشكل الزوايا الحادة اللي هي التربيع ما بينه بين الزهرة وبين المريخ ما بينه وبين زحل فهذا بيجيب مفاجآت إما سفر مفاجئ أو تنقل مفاجئ أو أخبار مفاجئة أو أعطال إلها علاقة بالسيارة أو حوادث أو أشياء يعني بتيجي بشكل مفاجئ لا تعتمد على العصبية ولا تعتمد على ردات الفعل بالفترة هاي حاول إنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أيضا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة اليوم تفتح لك مجالات جيدة على مستوى البيت تقريبا بلشت الأمور تهدى ممكن كان في خلافات في الأيام الماضية ولكن اليوم تقريبا تبدأ عملية التشافي أو العلاج لهاي الأمور فممكن تجتاز بعض الضغوطات اللي كانت عليك في الأيام الماضية وخصوصا كان في ضغط كبير من مشاكل وخلافات وأعطال فالفترة هاي بلشت اتجه بالاتجاه الأحسن وخصوصا إنه عطارد بلش ينهي هاي الزاوية الحادة فحاول قدر الإمكان إنك تمسك أعصابك بس داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة ودعملة إلك على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحضوض بتفتح مجالات كبيرة إلك فممكن تستغلها عاطفيا وفكريا ويعني الحظ بدعمك في بعض الأماكن بالنسبة للبيت السادس هنا المشكلة المشكلة إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة وبما إنه أورانوس والزهرة المريخ فعشان هيك منقولك دير بالك بشكل كبير ومكانهم جاي في منطقة إلها علاقة بالصدر فعشان هيك بدك تنتبه بشكل كبير إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك ما تهم الأدويتك نهائيا لأن الأجواء شوي فيها عليها على ما تستفهم ما في داعي للمغامرات والمجازفات وبرضو ما تفتعل الأخطاء أو تعمل أخطاء داخل ميدان العمل ما بينك وبين زملائك أو بعملك الموكلة لا إلك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فأنا شايف الأجواء جيدة موليد العشرية الثالثة بس اللي بدهم ينتبهوا من خلافات أو سؤتفاهم أو ممكن هيك ردة فعل ما تعجبهم مش من أحد الأصدقاء فيصير زعل ما بينك وبينه أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا تقريبا نقدر نحكي أنه زحل لأنه موجود في بيت المتاعب بشكل زوايا حدي فممكن بس خلافات تجيك على مستوى أعمالك مستوى صحتك تقلبات صحية فعشان هيك بنقول لك دير بالك بيت المتاعب مشحون بزوايا حدي من زحل فعشان هيك بدك تكون حذر على مستوى تغذيتك مستوى صحتك ومستوى ما تدخل أماكن مشبوهة أو مشكوك فيها ما في داعي للمغامرات نهائيا بالفترة هاي طبعا حكينا أنه اليوم إجازة واليوم بس أبراج وما رح أطول على أساس أني بدأ أخذ إجازة فشفتوا ما شاء الله الإجازة مبدعة انطلقت ومحدش سكتني فلقيت حالي بعمل لكم إياها بالبيوت بتستاهلوا كل خير طبعا لو لا أنكم بتستحقوا ولا أنا ما عملت هيك بتمنى أنه الحلقة عجبتكم بتمنى كل شيء إيجابي حكيته اللي يصير السلبيات والتحذيرات ما تصير وفي النهاية هاي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر